الحد بتدق مع الدعسوقة لطلسود وهم بيحاربوا حمامها عشان عايز ان هو ياخد بورجيفل ويطلع الفضاء مع الحمام بتوقعه ولكن الدعسوقة بتديله على مؤخرته بيكون لي سهولة ويسره تتحول لمايناته بتروح مدرسيتها وكله بقى زيل فلة المدين بقى ابو الصحاب بيكون في الفصل بيقول للطلاب ان في رحلة لنيو يورك بمناسبة الصداقة الفرنسية الامريكية الله يحرق الدولتين على بعض كل الطلب ابو الصحاب بيكون راحين معا ده قدريان عشان ابو رافض ان هو يروح اساسا ولكن المريقنات بتوقفوا بتقول ازاي يعني قدريان ما يجيش معانا قدريان واحد من هنا وصديقنا وانا بنفسي هروح واقنع ابوه ولما بتروح بقى تزيح في وش عمنا جابريال وجابريال في الاخر بيقول لها خلصتي بقى اماما خلصتي كل انتي بتتفي فوشي ده خد يا قدريان معاك انا موافق بس حل لي عن وشي امي ده انت عايز المهم المهم هتقول يعني هو جابريال اصلا يعني زهق منها لأ هو اصلا يعني عشان من شوية كده جابريال شيف اعلان كده مدحة في اللوفر فرق امريكا عن عرض خاص كده عن اثار امريكية واللي منهم قلادة اداها رئيس فرنسا لشورج واشنطن واللي تبقى مش اي قلادة لأ افو الصحابة ده فيها ميراكليس النسرة وطبعا انت عارف النسر الامريكي والحاجات دي كلها فعشان كده هم عاملين ميراكليس ده النسرة يعني مش موضوعنا قد عزوقة بتقابل قط الليسود وبتقوله انها مسافرة كام يوم كده فهم انتا وتدي له جهاز يتواصل معها في الضرورة فقط عشان لبقى في اي حاجة حصلت في باريس فساعت القط الليسود بيوافع عشان لحد دلوقتي مش عارف ان هو السنبوه وافق ان هو يروح نيويورك فبقى مش عارف مين هيحمل مدينة دلوقتي ولكن تاني ما بصوحاب ابوي بيخش على القوضة بيقول لأدريان ان هو مسافة امريكا غصبا عن امه وقضي الامر يا شعلان ما تنقشنش في الموضوع ده وبعد لما جاب ريال بيمشي قدريان بيكون مش عارف عينيه لايه بقى في الليسود ده عشان مش هينفع ان هو يسيب باريس لوحدها ولكن بلاج بيقعد يقنع فيه وتحديدا ان الديان عمل نظام بالجي بي اس كده ان لو اي حد نصاب الاكومة في باريس هيظهر له فبيقرر ان هو يروح نيويورك عادي ولو حد تحول هيعرف هو هيروح باريس بسرعة عند حاسة ان هو الشرع اللي جنبهم باريس مثلا ولكن ما علينا يروح بيروح كييركب الطيارة ما بقيت صحابه وتحديدا جنب م بس مليات بقى بتبقى سنبا اسيسا مش قادرة بتقنع ابو ان هو هيجي معاهم ولسه بيتكلموا ولا حقوش يفتح ابو اهم بيلاوا شيري خلق نط على الجنحاب بتاعتي الطيارة واللي اسمه كورصان التكنولوجيا واللي قوته ان هو بيرسق التكنولوجيا من الحاجات مسلا يعني القرصان التكنولوجيا بتسرق ف bung constant technology فبيسي تكنولوجيا بمشربنا مشرح لين معالينا المهم ان هو بيقوم جاي تلمس الطيارة اوسرق منها التكنولوجيا فكذر طبيعة والصحابته بتتدها انها... شيووووووض. ولكن بيجي بطلة خريقة اسمها الوادي الخارق وبتزار زوج..ش عاد فان ا pai p.cdiceo temeo هما البومة والعصفورة وبيفشاخوا القرصان وبيطلع الام قرصان التكنولوجيا بكل سهولة. بيوموا مع كده واخدينوا والصحاب وهي نبيلا يلا بينا ايه نروح نولع فهمه. ولو انت مش واخد ملكة بالصحاب فدول ابطال نيويورك عندي جدا يعني زي ما اضع سوكة والقطلسود ابطال باريس فدول بتوع نيويورك. الرحلة بقى بالصحاب بتوصل نيويورك والمدرس ابتومر الطلاب ان هما يطلعوا لغرب بتاعتهم ولكن بيبقى فيه واد امريكاني بيقول لماينات وقاليا وصابرينا ان هما عاملين حفلة سرية كده فهمه على السطوح فلو عايزين يجوا هما بقيت الطلبة بقوا تعالوا بقى ان في التالويه هما مسافرة بحعمل حفلة بس انت مجيش على غفلاجاتها على غفلة مياسف. ام هما بصحاب بليل بقى يحاول ان هما يتنسللوا للسطوح ولكن امو ده الرئيسة تطلع من غرفتها فكل الطلب بيستخبوا من تاني. فادريان وبيقول لهم يطلعوا السطح ازاي? عن طريق سلم التوارئ. واثنين بقى بقى بصحاب ما هما عادين بقى بيرقصوا بقى ويحتفلوا وهي وهيبوا هاي بقى وكده فهم انت? والبناء هيسة فوق اصلا بيجي بطل خارق اسمه هودوك دان. اسم جامل جدا يعني. المهم معا بصحاب عربية نقانق بتفهم ليش غلط بالنقانق والله هي اسمها كده اللي هو الهودوك اسمه نقانق. انا مليش دعوة يعني. واي حد بالصحاب بينقنق اي حد بينقنق من النقانق السحل اللي معاه ده بيحصلوا تأثير سحلي. فمينات ساعيتا وقادريان بيجربوا النقنقة فأنا بينقنقوا في النقنق ومرة يعني والله أنا نفسها بنقنق يعني استغفال الله العظيم مش عايزة نقنق معاك والله. ما ليش في النقنقة والله. يعني استغفال الله العظيم. مرة واحدة بالصحاب بعد كده بعد ما بينقنقوا وبيلاونافسهم بيتيرو. ازا ما تسألنيش بقى. بقى اسنان بقى بنت ابن البنتين بيتزف على الجيتار كده موسيقى رومانسية فبيروسوا مع بعضه قدام الامر وهم طيرين وحايا قامة في العادة يعني. تاني ما بصحاب الطلاب بيروحوا المتحف وقاليا ونينو بيكونوا وقافين مع البنتين اللي شايفين ان ادريانو ومارينات اللي تين دول مخلوقين لبعضوا بيضوت اسمت نصين. فبيقولوا ساعتها بصحاب لقاليا ونينو على خطة ان مارينات وقادريانو الصحاب يروحوا لقودة الوحده مصطفى العظيم يعني. ساعتها يظهر شرير خارج كده يحشر قادريانو يحول يقتالو. واثناء ما الاثنين بيوجه الخطر بتاع النموت حيعترفوا البعض عنه كل حاجة يعني. هو يقول لنا بحبك يقول لنا بحبك فهم ما علينا يعني. طب ايبو الصحاب معيش هنبض عن المحن ده ونبض عن الصافير الحب دول شوية ونسأل سؤال مهم جدا. اللي هو وفين جاب رجالة؟ جاب يكون في نيويورك ويتحول لحكمه ثم يقوم جاي باعت الهكومة لقرصان التكنولوجيا وهم حولوا الشرير اسمه تكنولايزر وبيطور قوته عشان يهزم انطال نيويورك ويجيب مراكلس النصر ليه. ويقدر بيه ان هو يجيب مراكلس النصر. انا يا باب الصحاب بتقول لي مارينات انها تروح لقودة عشو تقول لي على حاجة. قوني انه بصحاب برضو يقول نفس الكلام لادريان. ولما مارينات وقدرين بيروحوا لقودة الوادي الخارق يا باب واحدة من البنتين فاهم انت بتافل عليهم باب الاوضة وبتعمل وهم عن طريق هولوجرام ان فيه شرير خارق بيهجم عليهم. ولكن هم للاسأب بصحاب مش بيحتوي ان هم يعملوا شرير خارق عشان ييجي لان تكنولايزر بيكون هجم على الاوضة اساسا عشان جسوة دي نفس الاوضة اللي فيها مراكلس النصر. المهم البنتين بصحاب بتحاولوا عصورة والوادي الخارق ويروحوا يواجهوا تكنولايزر احنا بقول تكنو اسأل لعب. ولكن بصحاب بقى تكنو بيكون قوي جدا. اقوى من المذاقة صراحة وبيسرق قوة الوادي الخارق ما هو صراحة ده مش اسم يعني. المهم بيخليها اسم الهاش لازم بيخليها واضي واضي بسم من مش خارق مش عادة. هدينا بصحاب عكا بيضطر ان هو يتحول قط الاسود وبانان بتضطر انها تتحول ضع سوقة. ويروح ويساعدوا اطال نيويورك اللي هم بقى هم بطارخ. واثنان بقى بصحاب هم المشتتين كده هوكموز بيتسحف الخباسة. عارف انت بيفكرني بالماشية بتاعت ازاي تخن اجارك لو كانت تدوس كيكي مين يمشي بالراحة. ده المهم بياخد ماك لس النصر وبيخلعها. وعند تكنو بصحاب بضع السوقة بتقطنوه القط الاسود ان هو ساب باريس وجاء نيويورك عشان بسبب دلوقتي فيه وحش في باريس ومفيش حد يوف قدامه. ولو بتسأل تبقى هو ازاي يا جدع بقى عمينا هوكموز موجود في نيويورك وفيه وحش باريس. دي لاتة يا بصحاب بتسين في سابينة عمية سنتي منوستر كده عشان تشتت للقط الاسود ودع السوقها. اتعافش انه ما قسان في نيويورك يعني مش مال بقى نمتل. المهمة بصحاب بقى ضرب كتير تكنو بيبقى قوي جدا. وبيحدف القط الاسود على الوادي اللي مبقاش خارق وهو عمل تعوز المخالب القططية واللي بتكون السبب في تدمير الوادي الخارق. وبيطلع اساسا ان الوادي خارق دي كانتروبوت وماها هي اللي صناعتها شبه كابتل مارفل دي فبتتعصر او اماها يعني بتيجي من السماء تضرب تكنوليزر وبالطيارة حرفيا. مهمة بيبقى. المهم هو قوسة بصحاب سعيتها بيخرج منه الواكومة وبيجي له بعربيته بيقول له ارقب بقى ارقب مش وقت اومك دلوقتي. الدع السوقة بعكية بتعالج الواكومة فالوادي الخارق بترجع تتصلح من تاني وقول له سهل فل لا. ولكن البطل الخارق بيقول الدعسوخ والقود اليسود ان هم يدل المراكلست بتوعهما عشان هم مو بوزوا الامر تماما وكان معضosion يقتللوا العادل خارق لو ما كانوا هزم والشارت دلى يلا فدهيه دا اسمه عجيب اصلا ولكن طبعا ابو الصحاب الدعسوخ والقودTH بييقول له امك في العشة ولا طهرت وبيهربوا في المكاري. وبسبب بقى ابو الصحاب الضمر اللي حصل في باريس ده كله وبسبب بعد هذهقاب الم rouster واد الخارق او هيا مكايتش روت اسانك كان فعنا طلب التعويزة بتاعته ففيهم جايشان ملاكليسر قلتها بالصحاب وحطوا كده على الارض وماشي في الاثناء دي بقى بالصحاب جابريال بيلبس ملاكليس النسر وبيطلع له ساعتها قوامي بتقوله ان قوة ملاكليس النسر هي الحرية انها بتحرن الناس من القوية اللي عليهم وبتساعدهم يوصلوا لقويتهم الحقيقية فكابيال بيقول حلو يا الكلام ده رجالة والله العظيم بنوع بعكاية يحاول تكنوليزر تاني بيلاكومة بس المرات دي بيلبسه ملاكليس النسر وبيخلي قويته غير محدودة بيمشي بعكاية ابو الصحاب بقى في الشارع وبيقول ان هو عايزة استسلم فلان طالع هرقين بيحسوا في فاخ كده ابو الصحاب ولكن ابو الصحاب بواحدة منهم اللي هي أولومبيا واللي هي شبه كابتن مارفل دي ابو الصحاب بتقولهم انها هتروح الاول ومهما كانت قوته مش هيعرف ان هو يقذيها ولكن ابو الصحاب سعيتها بيدي لهم سبرايز مظفقان وبيضرافهم كلهم بمراكليس النسر اللي بيخليهم كلهم يتحرروا من قد قويتهم زي اولومبيا اللي بيدريك قد هي قوية وتفسي فانت طائر عمان عادي جدا او البومة اللي بيتحرم من اخلاقياته بيبدأ ان هو يفشخ الناس وهكذا لحد لما كل اطال بيبولا ستي في سبع عيدنا هوكموث بعكا بيومور تكنو ان هو يوصلوا بالشاشات بتاعت نيويورك كلها هوكموث بيطلع على كل الشاشات ويقول ان هو في نيويورك وان هو حيشتاكل نيويورك لو القط الاسود والدعسوقة ما تدلوش مراكليس بتاعتهم اه خطة في منتهى الزكاية هوكموث سعيتها بالصحاب بقى الوادي الخالق والعصفورة بيستوعبوا ان هم القطلة خارقين الوحيدين اللي بقين اساسا واصغرهم سنا برضو وعلشان يزموا الشرير لازم مساعدة القط الاسود والدعسوقة فالوادي الخالق سعيتها تتحولوا بتروح تدور عليهم وعلشان هي روبوت وشغل سجاء اصطناعي بقى وكده بتعرف ان مرينات هي دعسوقة بتطلب مساعدتها ولكن مرينات بتقول لها ما ينفعش يكون فيه دعسوقة من غير ما يكون فيه قط اسود لان الاثنين عملتان لواجه واحد والاثنين لواجهات لو عملة واحدة وبين عن ابو ام الاثنين على بعض ده ولكن بالصحاب الوادي الخالق بداخل منها ملكلس القط الاسود بتقول لها انها هتتصرفها بتروح بعكاة تختارق طائرة قدريان اللي كان مسافر بها اساسا لباريسو بتقول له انها عارفة ان هو القط الاسود وان هما محتاجينه وينيديو يا عم قدريانة بتسمعوا بعكاة تسجيل صوت مرينات وهي بتقول ان مفيش دعسوقة من غير قط اسود فالدعان بيسمح نفسه بياخد ملكلس القط الاسود وبيروح عشان يساعد الدعسوقة وهنا برضو الواحد يحتاج يسأل سؤال مش عارف ازاي ما اخدش باله بينهم مرينات لان ما تبقى مرينات ومرينات لان ما تبقى عصوقة ازاي مش عارفين تفرقوا صوتها ما هو ما نفس الصوت مسلا يعني المهمة بصحاب مع الموضوع ده الخط بتبقى ماشية انهم هياخدوا من الكلس النصر من تيكنو فالتحكم اللي على الطالة الخارقين هيروحوا ويساعدوهم في الهزيمة تيكنو ويخلصوا من امه الدعسوقة بها طبعا بتستخدم من الحزب اللي هو نعمل وكيل تعويس الحظ على السريع كده فبيجي لسلسة مفاتيح على شكل تمثال الحرية واللي عليه التكنوليزر فالدعسوقة ساعتها بتقول الوادي الخارق انها تظهر ازاي تمثال الحرية تبنى ومن التصميم بتعرف ان فيه سلم سري بيوصل لاخر التمثال واللي عليه التكنوليزر وفعلا الدعسوقة بتغفله وبتزقه من على تمثال الحرية وبتاخد من الكلس النصر وبترميل العصورة وباستخدام الكلس النصر بتتحول من عصورة لنصر حصل لها تطورت تطورت من عصورة النصر كل الطلاق خارقين عبدالصحابة بيرجعوا وعيوهم من تاني والبومة والقود الاسود والدعسوقة بيتلموا على تكنوليزر ويهزموا بكل سهولة وبيعالوا بساعتها الهكومة وكل حاجة بترجع طبيعية من الحمد لله الدعسوقة بتسيب الكلس النصر مع العصورة وساعتها البومة بيقلع القناع وبيوري العالم انه هو ست مش رجل اساسا وانه هو في علاقة حب مع اولمبيا وتقريبا يعني مش عالق فوق الفيلم ده من انتاج نيت فليكسي صح؟ ان ديزني؟ نعم مش عالق من زيف ترميل غمر يعني مش عالق انا المهم احنا هنخلي نيويوركا بالصحاب بتاعي التهديق ونخلينا احنا بقى في الضعصوقة القد تليوس ولله يحرقهم المهم بيرجعوا بعكاة باريسو وفي اخر مشهد ونشوف شخص اسمه كاش مع جابريال في نيويورك قبل ما يرجعوا باريسو لو عايز تعرف مين هو ذلك الشخص اسمه كاش هيطلع لك بقى بالصحاب جزء كده فوق على مين او على الشمالة حسب انت تعليمك اي يعني؟ المفهود يعني ده كان يتعامل بعد الفيلم ده ولكن يعني كده كده مش مرتبطين ببعض يعني بس برضو بيرجع شوفو هيعجبك يعني المهم بنشوف بعد كده بالصحاب الوادي الخارج وسبارو اللي هو العصفورة يعني واقفين على السطح وريوين ان هما يهجموا على كاش ولكن بيجي لهم حاجز الميلاكليس اللي تمع صندوق الميلاكليس بتاع نيويورك وبيقول ساعيات اللي عصفورة انها ترجعون الميلاكليس ولكنها بدورفو بتقوله انها اثبتت جدرتها وان هما يقدروا يعملوا جيل كامل من اطالي الخارقين والله واعلم ابو الصحاب ايه اللي هيحصل بعد كده واحنا دلوقتي بنحضر للموصب الرابع وحسب الله واجعم الوكيل المهمة بالصحاب اوزرت يا زين نقطه احب اقولك ان توتا توتا üçël الحدوثة واييييeeييييييييييييييoi متنسى الشاكام في سايا باعني كونين تشعام في الوصفور لليس جرام متنسى شاعتي كيف وسامع حيان هو Returns Pro Reinsports تعمل هو أفضل جيدة لني ان تشعب ايها ده وتنزل في التزكيفشنا تهاية telegram ماjor uhaltenح 8 hundred journal